اشتركوا في القناة شعب الإيمان شعب الإيمان نظر يعني أعتقد عندنا حديث من الهمية بمكان هذا حديث يصعب جدا نتأمنه في هذه المحاضرة لكن نقف معه ومع فوائد هذا ومسائل هذا الحديث وهذا الحديث في الصحيحين حسين يقول كنت عند سعيد بن جبير فقال لجن أيكم رأى الكوكب الذي قضى البعيح قال قلت أنا حسين يقول ذلك قال أما أو أما إني لم أكن في صلات ولكني لدخت قال فما فعلت قال قلت استرقيت قال أما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال أما حدثكم الشعبي قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا لقيا إلا من عين أو حمة أو حمة قال فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ثم قال سعيد بن جبير حدثنا بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّا الْأُمَمِي عُرِضَتْ عَلَيَّا الْأُمَمِي يَدْخُلُونَ بِجَنَّةَ بِغَيْرِ حَسَّابٍ وَلَعَذَابٍ شهد الذي يريد من الحديث ثم ظهر النبي فدخل فخاض القوم في ذلك فقالوا من هؤلاء الذين يدخلون بجنة بغير حسابٍ وَلَعَذَابٍ قال بعضهم لبعض لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين وولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قط وذكروا أشياء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي كنتم تخذون فيه فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاش بن محصن الأزدي رضي الله عنه فقال أنا منهم يا رسول الله قال أنت منهم ثم قام آخر فقال سبقك بها عكاش هذا حديث عظيم جدا فيه مسائل كثيرة من هذه المسائل تربية النفس وحبس النفس عن الرياء تربية النفس وتهديب النفس من الرياء والصمعة يقول حصين كنت عن سعيد جويل فقال لينا أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة يعني أيكم كان في الليل ورأى الكوكب الذي قضى البارحة قال قلت أنا فلما قال قال أمني لما أكن في الصلاة أولا قال قلت أنا فستذهب الأذهان إلى أن الرجل يقيم الليل وأن قيام الليل من أفضل عمال إذن فهو قائم فهو صائم فهو زاهد فأراد أن يبعد عن نفسه مثل المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبايزور لأنه لو أعمى على الناس بعد الباب أنه راجل من أهل الصلاة وهو أعمل أهل الصلاة حقا لكنه أنه يصلي من الليل ولم يصلي يخشى على نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبايزور وأيضا أولى من ذلك الآية ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فراد أن يحيل ذلك عن نفسه قال أما إني لم أكن في الصلاة لا تحسبن أن البريحة في الليل عندما رأيت الكوكب لأنني كنت في الصلاة أصلي وناجي رب لكني لدغت العقرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على العقرب لا تركت مصليا والجلسا والنعمة إلا قرصته أو لدغته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة حتى تواجد العقرب من الفواسق والحياة من الفواسق لكن الحية لا تهاجم إلا من هاجمها يعني لا تبتدئ لا تبتدئ أما العقرب لا تترك أحدا لا تترك أحدا إلا وتؤذيه لذلك قال لعنة الله على العقرب وهي من الفواسق حتى من الحيوانات ما هم العون زي قال خمس من الفواسق يقتلنا في الحل والحرام قال ولكني لدغت قال فما فعلت قال استرقيتم يعني طلبت الرقية السين والتاء هنا للطلب وهذا المراد من الحديث هذا المراد من الحديث أنه يطلب الرقية وهذا ينافي كمال التوكل وأراد أن يتكلم عن التوكل وأن أصل التوكل كما قلنا سننظر بعيني الشرع والقدر وفيها فيها حياة القلب لأن هذا فيها اختبار كبير جدا للعبد واختبار لقلبه حين التوكل على الله جل فعله لأنه الله رعلا ينزل به زلازل من أجل أن ينظر كيف توكله على الله جل فعله فإن أشبع قلبه توكلا بحسن ظن ويقين في ربه جل فعله كان الله بأسرع ما يكون له بحسن ظنه يكون أسرع ما يكون له ولذلك قال قال أما إني لم أكن في صرط ولكني لدغت قال فانفعلت قال قلت استرقيت أي طلبت الرقية قال وما حملك على هذا يعني وبينكر عليه لما تسترقي وما حملك على هذا قال حديث حدثناه الشعبي وقال وما حدثكم الشعبي ففيها أيضا مراجعة الفاضل المفضول لتعليمهم لأن هذه أيضا طريقة السؤال والجواب هذا باب التعليم بالسؤال والجواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جذب الانتباه واسترعاء واسترعاء القلب كما فعل ما معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله للعباد حتى يعني جذب انتباهه وتفرق قلبه وتفرق قلبه من أجل أن يستمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله أنه أمر جلت فأراد تفريغ القلب واسترعاء الذهن والتجهيز للفهم هنا أيضا طريقة السؤال والجواب للتعليم سعيد من جميل أراد أن يعلم حسين لما قال له استرقيت ما أراد أن يقول له أنت الآن نفيت توكل قال له ما حملك على هذا قال حديث وحدثناه الشعبي وهذه فيها دلالة أن تابعين على خيرية التابعين بعد خيرية الصحابة وأنهم لا يتحركون إلا بدليل يعني هم كما قلنا في اعتقاداتهم أنهم كانوا لا يعتقدون قبل الاستدلاد هنا أيضا لا يعملون قبل 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 العلم حتى كان الصحابة رضي الله عنه لا يسألون إلا للتعبد يسألون عن ودوء عن الصلاة من أجل التعبد فهنا سعيد من جبايد حسين قال له أنا استرقيت قال ما حملك على هذا يريد أن ينكر عليه ويعلمه قال حديث حدثناه الشعبي قال أما حدثك الشعبي قال قلت حدثت أنا بريد الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية نافعة كاملة إلا من عين نعم الحسد أو حمى الحمى تأخذ إنسان بشدة الحرارة التي يعلو بها مرض قد تهتز يهتز له البدن وما ستتحرك من شدة الحرارة فيه يعني كأنها تقعد تقعد أركانه فقال أن الرقية نافعة جدا لا رقية إلا طبعا لا رقية هذا استثناء يعني نافي وإثبات الاستثناء ونافي إثبات فإنما نافي وإثبات ونافي إثبات حصر وقصر وليس مقصودا الحصر والقصر وإلا فالرقية من السحر أيضا ثابتة قال فإذا لا رقية نافعة كاملة النفع إلا في العين وفي الحم وذلك لما رأى الجريع النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها فإن بها استفعة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه ملكان قال لا رقية إلا من عين أو حمة وهذه فيها دلالة أيضا على الأغذب ده فيه توكل هو الآن أيضا هذا توكل لأن عين التوكل الذي أريد أتكلم عنه في هذا الحديث هو تعظيم النظر والأثر أو تعظيم عين الشرع أو تعظيم عين القدر فالأغذب السبب من تعظيم عين الشرع والتفاف القلب أو امتلاء القلب بالميل للرب إلا فعلها هذا عين القدر وبهذا يتكامل أو تتكامل مادة التوكل فهنا هذا من باب الأغذب الأسعب أو الآن من باب تداو عباد الله والأزداء بحرام وأن التداو والأغذب به من باب كمال التوكل خلاف الحناف لدينا يقولون أنه مناف التوكل هذا ليس بصحيح منافة التوكل هو التفاة القلب لغير الرب قال لا رقيا إلا من عين كما قلت أن نفس الم أمر بالرقيا لمن واجد بواجهها تغيرا قال قلت حدثنا بريد الحصيب أنه قال لا رقيا إلا من عين أو حمت قال فقال سعيد جبيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع شفو انظر هنا مدحه مع أن العلم فوق ذلك بأنه أصارت الأولى له ألا يسترقي قال لكن ما دمت قد فعلت ذلك عن علم ووقفت عندما تعلمت فهذا أجدر بك أن تمدح لذلك مدحه وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لأن 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 نهي عنه أن يتكلف أمر أمر الله النبي أن يقول وما أنا من المتكلفين ومن تكلم بغير علم تقحم النار على بصيرة وانتكلم في القرآن بغير علم أثم ولو أصاب لذلك ما دح في هذا الباب قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ثم قال سعيد جبير أراد أن يزيد له في العلم حدثنا ابن عباس رضي الله عنه رضاه ونساند مرفوعه الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليها الأمم فقال فرأيت النبي معه الرهد الجماعة والنبي والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه هذا طبعا فيه إشكال هنا النبي معه الرجل والرجلان النبي الله أكبر ممتاز النبي ليس معه أحد هذا فيه إشكال أين الإشكال وكيف جوابه هذا فيه إشكال هذه الجزية فيها إشكال كبير جدا فكيف الإشكال ما الإشكال وكيف جوابه أين الإشكال وكيف جوابه الإشكال النبي سمع أحد طيب كيف جوابه لماذا هو إشكال لماذا هو إشكال لماذا هو إشكال طيب الذي دعا إلى الإشكال أنا أردت الذي دعا إلى الإشكال الدليل الذي دعا للإشكال إيش لا الدليل الذي دعا للإشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدالن نادى في السماء أن يحبه فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في آله السماء إن الله يحبه فلانا فأحبه نعم السلطة منقطع في المكسلر إن شاء الله يعود الآن فهمت أنا ذلك نتالي الصوت عادة الآن الصوت عادة الآن الآن عادة الصوت أحسن الله عليكم إيش الموجب للإشكال الموجب للإشكال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدالن نادى في السماء أن يحبه فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحبه فلانا فأحبه فيحبونه ثم يكتب له القبول في الأرض كيف يكتب له القبول في الأرض كيف يكتب له القبول في الأرض وليس معه والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه أحد كيف هنا يكتب له القبول وليس معه أحد هذا هو الإشكال والصحيح أن نقول بل يكتب له القبول لكن المتابعة والقبول يكون في أهل الصلاح يعني يكتب له القبول عند أهل الصلاح يكتب له القبول عند أهل الصلاح قال إدروف عليه السواد العظيم فقلت هذه أمتي فقيل هذا موسى وقوم هذه فيها دلالة على فضيلة موسى عليه السلام وأن موسى هنا من أفضل الأنبياء ومن أكثر الأنبياء تبعا أن موسى من أفضل الأنبياء وأنه من أكثر الأنبياء تبعا لا سيما في حديث الاحتجاج قال حج آدم موسى حج آدم موسى فقال فقال لما قال حج آدم موسى قال له موسى عليه السلام أنت آدم أنت أبونا أنت أبو البشر أخرشتها عن نفسك من الجنة قال أنت موسى موسى بني إسرائيل استفاق الله برسالتي وخط لك التوراة بيده لفضيلة موسى وموسى أكثر الأنبياء تبعا خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إدروف عليه سواد فقلت هذه أمتي فهذه دلالة واضح ردا على على فضل موسى وقومه قال هذا موسى موسى وقومه مع أنهم يعني كانوا من أشد الناس اعتراضا على موسى كانوا من أشد الناس ردة عن دينهم كانوا من أشد الناس جحودا بنعائم ربهم ومع ذلك قد كثر الذين تبعوا موسى عليه السلام قال هذا موسى وقومه وذلك مناسبة موسى عليه السلام أن موسى هو كان الناصح الأصيل بين عندما كان يعرج بالنبيل السلام يكون القاء بينه من ربي إذا لا فعله ويفض عليه الفريد وموسى يرده ويقول علشت الناس قبلك قال لكن انظر إلى الأفق قال فنظرت فإذا سواد عظيم وما قال انظر إلى هذا الجانب سواد عظيم وهذه فيها دلالة على أن النبيل السلام أكثر الأنبياء تبعا وذلك قال في الحوض قال وانا أكثرهم واردا فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب دخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب من أجل أنهم أحسنوا التوكل على الله الله أكبر دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب من أجل أنهم أحسنوا التوكل على الله أقول لكم ليست هذه الفائدة فقط أنه حصن التوكل على الله يكسب يربح به الدنيا والآخرة حسن التوكل على الله جعله يجعل القلب سعيدا مطمئنا والمرء لا يسعد قط إلا بطمئنان القلب فحسن التوكل على الله جعله من أفضل ذكر القلوب لأنه يعيش مطمئنا ما لقلبه إلى ربه استيقن في أن الملك الجبار سبحانه وتعالى الذي تحكم في النفوس وفي العباد وفي الأرزاق وفي الكون بأسره لذلك ما تراه قط إلا إلا مبتسما إلا فرحا إلا متهدلا واثقا بربه جل فعلا لو اعتراهم من العوارض فإنه يلجئ الأمر بأسره لربه جل فعلا لو هزته الزلازل فإنه يلفت نفسه وقلبه إلى الله جل فعلا والله جل فعلا قال وَبِخَوْفُونَكَ بِلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وقال الله تعالى أليس الله بكافٍ عبده بلى سبحانه جل فعلا لذلك حصن التوكل سيظهر هنا عندما قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون مادة التوكل هذه الثلاثة التي سبقت كلها كلها مادة التوكل فما قال بالإجمال وعلى ربهم يتوكلون يعني في كل شيء وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم وفي أي سؤال تفضل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وراحة للمشاهدة